السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نبتة البوتوس اشتريتها من المشتل شاهدوا ما شاء الله جمالها النباتات بصفة عامة عند شرائها من المشتل نجدها مزرعة في أسس صغيرة مثل هذه وبمجرد الوصول للبيت أول خطوة هي نقلها لوعاء آخر أكبر لأنه إذا أبقينا النبات في هذا الوعاء الصغير فأكيد سيتسبب في الذبول والموت نقل النبات من أصيص لآخر عملية جد سهلة لكن للأسف هناك من يخسر نبتته عند النقل بارتكابه أخطاء بسيطة وهو ما سنحاول اليوم شرحه حتى لا نخسر نباتاتنا أنصحك بمشاهدة هذه الحلقة حتى النهاية بعد شراء النبات من المشتل نجد أن الجذور بدأت تخرج من فتحات التصريف أسفل الوعاء كما تشاهدون وهذه أول علامة على ضرورة نقله لوعاء آخر حتى النباتات القديمة بعد مرور سنتان مثلا وعندما نرقي نظرة عامة على النبتة نجد أن حجمها أصبح كبير جدا مقارنة مع حجم الأصيص هنا يجب علينا نقلها إذن كيف ننقل نبتتنا بأمان وبطريقة صحيحة؟ أول نصيحة أنقل نبتتك في أي وقت من السنة فقط تجنب أوقات الحرب الشديد والبرد القارس وعطش النبتة لأيام قليلة قبل النقل الأصيص الجديد لابد أن تكون به ثقوب في الأسفل أي فتحات تصريف ماء الريء الزائد وأنا سأنقل البوتوس لهذا الأصيص المعلق لأني أريد أن أزرعه بشكل متدلي وليس قائم أهم شيء أصدقائي هو الثربة الزراعية فلابد أن تكون ثربة خصبة غنية بالمادة العضوية البوتوس سأزرعه في خليط مكون من بيتموس و بيرلايت ولدينا هنا لحاء شجر وبالضبط لحاء السنوبر البحث والذي سندعه في قاع الوعاء للمساعدة على تصريف ماء الريء الزائد نخلط الثربة وندعها فوق لحاء السنوبر الآن سنأخذ الأصيص الصغير ونقربه هكذا ثم ضربة خفيفة ونخرج النبات وستلاحظ تشابك الجذور المسكين والتي تقول لك انقذني وانقلني لمكان رحب وفسيح حتى أعطيك نبات صحي بأوراق وأزهار جميلة وأنا أصدقائي أقوم دائما بخطوة جد مهمة عند استخراج النبات من الأصيص أقوم بنقعه كاملا في محلول مكون من ماء وماء الأكسيجين بهدف تطهير وتعقيم التربة والجذر وبهذا نتفادى حدود أي مشاكل فطرية أو بكتيرية للنبات نفكك الجذور بلطف ثم نضع النبات في مكانه الجديد ونقوم بعدها بملء الفراغات بالتربة تخلص من الفراغات الهوائية بالضغط على التربة بالأسبوع هكذا وبضربات خفيفة هكذا لا بد من الرأي مباشرة بعد النقل ويوضع في الضل وحتى لو كان نبات خارجي فلا بد من وضعه في الضل على الأقل ثلاثة أيام بعدها نضعه في المكان المخصص له هنا نتحدث عن نبات اشتريناه من المشتل في حال قمت بنقل نبات قديم عندك فلا بد من تغيير التربة كاملة أي عند إخراج النبات من الوعاء ولنأخذ على سبيل المثال نبات الصبار تلاحظون أن التربة تلتسق بالجذور هذه لا بأس نتركها أما الجزء الآخر من التربة القديمة والذي بقي في الأصيص فيجب التخلص منها واستعمال تربة جديدة لإنعاش النبات وتوفير بيئة معقمة وغنية بالمادة العضوية بعد النقل لا تضع أي سماد إلا بعد مرور عشرون يوما على الأقل أخوكم توفيق يقول لكم انقلوا النباتات بأنفسكم ولا تترك العامل يقوم بذلك فالأمر جد سهل تطبقت النصائح البسيطة التي ذكرنا في حلقة اليوم ننتظر دعمكم بإعجاب وتعليق والاشتراك دمتم بخير إلى اللقاء